كل ما ستشاهده وتسمعه ليس ضربا من الخيال ولا حكايته من الخرافات القديمة لا بل هو واقع معاش صدم به النجفيين ستة وحدات سكنية شيدت وسط شارع الرئيسي يرتبط خلاله حي ميسان بباقي أحياء المحافظة غيرت من مخططه الأصلي ليحول من شارع بعرض ستين إلى خمسة وعشرين مترا يعني وين القانون بهالدول العراقية تقريبا هذا حي ميسان تقريبا نسماته مئتين مئتين ألف نسمة يجون أربع خمس بيوت مخربطين يشكلون ضغط على هذا الحي ويدمرون الشارع والله نحن ما نشيل أصلا هو مو بالزراع قاعد هاي ستة بيوت معجزة شين دولة ستة بيوت دولة بعضها متها ما تقدر ستة بيوت زين آنعة تبع الدولة اشتون إذا فلشت حي قد لا تصدم كونها ليست بظاهرة جديدة لكنها بادئة لم تطرق سابقا ذلك لأن المستفيد بعد أن استولى وتمكن غير اسمه أيضا ليسمى باسمه أمام مرأة ومسمع جميع الدوائر المعنية مما جعل الأهالي يقفون احتجاجا على ما يجري نطالب وبكل شدة انجاز شارع ستين وليس خمسة وعشرين أهالي حميسان باسم أهالي حميسان والكل يصيح احنا نريد شارع ستين متر وبالتخطيط العمران عندنا ستين متر طلبنا مشروع احنا ما جاء نطلب شي ما موجود هذه المرة وبعد أن مسهم الضر سموا الأشياء بمسمياتها ليصرح بعضهم بأسماء كانت ولا تزال هي السبب الرئيسي في إتمام هذه الصفقة التي سببت تجاوز على المال العام وتعثر في إتمام المشاريع الخدمية تم إيقاف الشارع وسط حيثان الفساد والفساد للدوائر عبد الأمير طاهر مدير عام التخطيط العمراني للمنطقة الوسطى وضياء الفتلاوي السابق لمدير تخطيط الأمراني للمحافظة النجف كعادة الدوائر الخدمية عن التصريح تتعذر ولا تلتفت لكثير من مناشدات المتضرر بسبب هيمنة جهات حزبية وأخرى نافذة تتخذ من المناصب درعا والبارود سلاحا من النجف كرار العساف قناة الدجلة الفضائية اشتركوا في القناة